بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثالهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرسقا وترى الشمس إذا طلعت تزابوا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضوهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصق ضراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملبت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لمثتم قالوا لمثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لمثتم فبعثوا أحدكم بولقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينطر أيها أسجى طعاما فليأتكم طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجلوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمره فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غنبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدكهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا براءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول لمن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا غشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثة سهيل وزداد تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ماله من دونه من ولي ولا يشرك في حرمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبثل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدوا عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاق بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إنا الذين آمنوا وعنلوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من دهب من أساور من دهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق من الدكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زوعا كلتا الجنتين عادت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منطلبا صدق الله العقيم سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم تقفل منا إنك تسامير عليهم وتبع علينا يا مولانا إنك تتوى والرحيم رب العزة عمد لله والصلاة والسلام